وعشان كده نيجي للحاجة اللي بعد كده أن الصليب كان تحقيق لوعد الله في تكوين 3.15 وهنا وقضى عداء وبينك وبين المرأة وبين ناس لك ونسلها هو يصحق رأسك وأنت تصحقين عقبه جاسيز نظار أنا بشوف في الوعد ده خمة النعمة الناس اللي فاكرين النعمة لأن فيه ناس حتى من إخوتنا وأصدقائنا وأحبائنا المسيحيين فاكرين أن العهد القديم ده كان عهد النموس وما فيوش نعمة والعهد الجديد ده هو عهد النعمة كل قصة في العهد القديم تظهر نعمة الله بالزبط حتى الخلق نفسه هي النعمة إيه؟ إن أنا أخذ شيء لا أستحقه لا وبعدين مثل ما بقول الكتاب أمسكت أعينهما عن معرفته فبدنا هيك عملية تفتيح عيون حتى ندرك فكر وسر الله بالزبط حتى الخلق نفسه نعمة لأنا لا أستحق الخلق إيه الاستحقاق اللي يخلينا تخلق؟ ولا حاجة فهنا النعمة كمان النعمة هنا في وضع العداوة إيه؟ هل في العداوة نعمة؟ أول حاجة اللي وإحنا شفنا هو آدم عاص الله إزاي؟ أو سقط إزاي؟ لما الشيطان جاء كصديق لآدم للإنسان ويقوله أنا أوريك طريق أفضل من طريق الله على فكرة في ناس كتير النهاردة بتقول للناس أوريك طريق أفضل من طريق الله أحقا قال الله أوريك طريق أفضل من طريق الله يعني فيه ناس بيقولك إيه؟ المحبة المحبة يعني الله محب كل الناس هتروح السماء حتى دلوقتي يعني أحدث ما سمعت في الفكر الإسلامي الشيخ علي جمعة كان بيقول يمكن ربنا يلغي الجأس النار في الآخر لأنه الله رحيم لأن الإنسان عمل نفسه إله عمل بالذب وبيقرر كأنه هو الله لكن أنا هنا بشوف حاجة المحبة الحقيقية يمكن كنت بشارك حد قبل البرنامج المحبة الحقيقية لو أنا بحب أولادي لما يغلطوا بقومهم نعم وبقول لهم ده غلط لو واحد تاني ما همنيش أمره غلط مش مشكلة طبعا أنا كمسيح المفروض يهمني أمره كل الناس فهنا بيقول أضع عدوة ليه؟ هنا كان فيه صداقة بين الشيطان والإنسان اللي هو جلو هوريك طريق أفضل لأنت متابل الله عالم أنه يوم تاكلان منه تاكلانك الله عارفين الخير والشر فهنا فيه صداقة أصبحت بين الإنسان والشيطان صداقة كذبة فالله وضع العدوة بين الإنسان وبين الشيطان ووضع العدوة بين ممثل الجنس البشري شخص ربنا يسوع المسيح نصر المرأة وبين الشيطان لأنه هو جاي يهدم عمل إبليس ويبيت إبليس بالصليب فكان تحقيق لوعد الله في تكوين 3.15 جاء ابن الله لينقض أعمال إبليس الإرهاب لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك أما أنا يسوع قال أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة